زيكو عاملين ايه يا رب جميع انتم طيباتكم بخير في فيديو النهاردة بقى اقول لكم زي انا بغسل بطاطين بس بكون رأى واحدة في الغسلة لفوق اوتوماتيك او لحاف فيبر مضغوط زي ده آآ غسلتي توشيبة فوق اوتوماتيك عشرة كيلو بيطلعوا بينوروا كده وتقريبا ثمانين في المية ناشفين يدو بيتحطوا في الشمس الفضيع اللي ما شاء الله موجودة اليومين دول هم ساعة ساعتين بيكونوا زي يعني نشفوا خلاص كده بس انا احتياطي بحطهم على الحبل تاني لتاني يوم احتياطي يعني مع انهم ما بيكونوا نشفوا بس برضو يعني بحيث انهم ياخدوا راحتهم خالص خالص في التهوية بصوا دي شكل اللحاف وهو طالع ده الحاف فيبر مضغوط يعني هو زي وزي البطانية مش اللحاف الفايبر اللي هو الضخم ده ده بصوا بتطلع بتنور انا مستخدمة مسحوق ليدر يعني حتى مش مستخدمة حاجة قوية زي اوكسي ولا حتى كلور الوان ولا حاجة ما شاء الله الحاجة طالع حلوة وهقولكو برضو نصيح الفني الهالي وعلى فكرة انا ما بستخدمش دورة غسيل البطانية انا بعمل بطريقة كده هتشوفها معايا في الفيديو المفروضة الغسالة ببقى فيها دورة غسيل البطانية بس انا الفني لما اجي ركب للغسالة قال لي فيه تلات حاجات ما تعملهمش دورة النقعة دي ودورة البطانية والغسيل على السخنة لان انا واخده وصلت مية سخنة من حنفية الحوض لما كان السخن شغال يعني بس كنت ساعت بغسل بها الغسيل للأبيض قال لي عايزة تحفصي على غسالة ما تستخدميش مية سخنة الاوي اللي على اعلى درجة حرار دي ولا تستخدمي دورة النقعة ولا تخسلي فيها بطاطين مهما كانت غسالتك حجمها كبير ما تغسلش فيها اكثر من حاجة راقة واحدة المفروض لما بشغل دورة البطانية بيجي على 12 دقيقة ووفرفلو وتسع دقيقة عصر انا ما بستشتغلش على كده الوفرفلو اللي هو بتشتف اقصى حاجة يعني كزا دورة تلات دورات وتسع دقيقة انا ما بستخدمهاش مش محتاجة تسع دقيقة عصر ولا الوفرفلو ده انا اول حاجة بعملها ايه بشغل اربع دقيقة دورة اربع دقيقة وبعمل تاني مستوى للميا اعمل عشان ادوب المسحوق الاول بتاعي قبل ما احط البطانية عشان اتأكد ان هو يتغلغل جوه البطانية وينضفها لي عشان انا مش بنقعها جوه الغسالة ده شوية المسحوق اللي انا احطهم ما اضفتش اي منظفات انا بضيف المنظفات غالبا في البطاطين اللي هي والفتحة يعني الحاجات اللي انا بغسالها حاليا غمقه في الاحمرات يعني فمش مستهلة يعني ان انا ازود اوي في المسحوق او احط المنظفات وانت برضو حسب البقع على ما الغسالة تكون ملت مستوى الميا ده واشتغلت الاربع دقايق دوابت للمسحوق او حتى دقيقتين بس اكون بقى بطبق البطانية وباكد ان هي بطانية خفيفة انا معرفش هي وزنها قد ايه بس هي خفيفة زي ما انت شايفين هو مكتوب في الكتالوج ان هي لازم تتلفر رول كده مكتوب في الكتالوج بتاع الغسالة وتحطيها في الغسالة فانا من ناحية العرض تنتها كده ايه نص ونص وبعد جده جبت النصين على بعض وبعد كده هلفها رول ماشين زي ما كتالوجهم بيقولوا زي ما مكتوبة على الغسالة بصراحة هي بتريحني جدا والبطاطين بقى اللي هي الضبل فيس الرقتين دي انا بنقعها في الغسالة النص اوتوماتيك يعني انا ما عنديش بني وطبق الغسالة الكبير كانت بنتي يعني اللي سامحها قسرته فانا بنقعها في الغسالة النص اوتوماتيك حتى بيكون سهل علي اصرف المية ومن المية بيبقى اسهل من الطبق خلاص هنا لفتها رول بالشكل ده وكانت الغسالة عندي اشتغلت تدوي بالمسحوق ضروري جدا تهتمي بخطوة انك تدوي بالمسحوق آآ قبل ما تحطي البطانية عشان ما يتجمعش في حتة في البطانية وحيتة لقى خاصة ده مش جل ده بودر آآ خلاص كده هعمل اف يعني كانت اشتغلت ديقتين ومشان الله شايفين كمية الرغاوي بس طبعا مستوى المية لسه تحت احط بقى البطانية بتاعدي احنا بنحطها رول بس بعد شوية تشوف ان هي توزعت جوه البطانية جوه الحل يعني وهرجع شغل دورة الغسيل بس هعملها على اتنشر دقيقة الاول يعني مش هعمل شطفة ولا هعمل عصر آآ هعملها الاول لان هي دورة الغسيل كاملة اتنشر دقيقة بس فانيا مش كيفان هي تنظف للبطانية نفس الحكاية بعمله في الغسيل بشغل الاول اتنشر دقيقة ولما بتفصل برجع شغل دورة غسيل كاملة تاني بس بحيس ان الغسيل يبقى اخد اربعة وعشرين دقيقة غسيل ينضف احسن. هنا كانت خلصت لاثناشر دقيقة وزي ما انتم شايفين اتوزعت في الحلة. هرجع عامل آآ قنة تاني. واختار بقى دورة الغسيل اللي انا بخسل عليها. مش دورة البطنية خالص. بختار اتناشر دقيقة. الشاطف بختار تو تايم. يعني تشطف مرتين. مش اوفرفلوة لحاجة. وخامس دقيقة بس عصر كفاية. البطنية بتطلع تمانين في المية تقريبا ناشفة. بشغل ستارت. وبس بقى لحد ما تخلص الدورة بتاعتها كاملة. بعد ما الدورة بتخلص البطنية بتطلع. اللهم بارك بتنور. وبنبه تاني. لازم تكون حاجة رائعة واحدة وخفيفة. زي ما انتم شايفين هي متوزعة في الحل هي. آآ طبعا لو غسلتك اكبر من كده خمستاشر كيلو. والاحجام الكبيرة دي. يا سلام تبقى احسن كمان آآ واقمن على الغسالة من الغسالة بتاعتي. لان غسلتي عشرة كيلو. لان موديل عشرة خمسين. شيلها بقى فريدة على صور البلكونة. الجو والله هم بارك شمس حارقة. يعني دوب هي ساعة اتنين. هي ما بتحتاجش ما بكملش ساعة بكون نشفت. بس انا احتياطي برجع بعد ما ما بتنشف. بحطها على الحبلة عندي لتاني يوم احتياطي. وبعد كده بطبقها بقى واشيلها في الكيس بتاعها. واتمنى بقى اكون مستفدتم من الفيديو بتاعي. ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا على لايك وتشترك في القناة دمتوفرنا اللي شكرا في فيديو جديد ورأي باسنينة مع السلام.